الثلاث عواصم التركية هزيمة الحزب فيها هي سلاسة صفعات على وجه أردوغان سياسيا هزيمة مدوية والوضع الاقتصادي المهترق وسرقة واختفاء العشرين مليار بتمثل خنقة لأردوغان اختناق لأردوغان الحبل بيلتف حول رقبة رجل طب أردوغان فما منه إلا ممارسة اللعبة القديمة اللي هي لعبة الاستدارة بيتدور حول الأزمات حتى يهرب من الأزمات هو سياسة الاستدارة بيستدير الأزمة عمل ايه؟ ثم واجهه بعيدا عن الداخل التركي ونظر إلى الخارج التركي فين راح أهو؟ بدأ أردوغان يتحدث عن قضايا دولية الجولان عربية أخيرا الجولان سورية لا إله إلا الله ما كان الرجل ساكت على الجولان القدس عربية القدس عربية أنت عملت إيه للقدس؟ سواكن والسودان يجب أن يكون هناك إنجاح للثورة في ليبيا يجب أن يكون هناك إيقاف لحفتر في تونس يجب أن يكون هناك دور لحركة النهضة في الجزائر يجب أن يبتعد الجيش بدأ أردوغان يتحدث بلسان تركي آمر للدول العربية في الجزائر في تونس في ليبيا في السودان وهو لا يعلم أنه مهزوم في الداخل لا يحق له أن يتحدث في الخارج أردوغان بيهرب من مشاكله الداخلية إلى ملفات خارجية هذه الملفات بتمثل جزء من صميم الأمن القوم المصري لذلك نتحدث عن أردوغان نتناول الملف التركي بمزيد الاهتمام اللي يقول لي يا أخي أنت مالك ومالك تركيا يا أخي الاقتصاد بتاعنا بقى زيه لا أه من فضلك الاقتصاد المصري في طريقه أن يكون اقتصاد من أكبر عشر اقتصاد في العالم متفوق على الاقتصاد التركي الهش اللي يمثل اقتصاد فقعات اقتصاد عبارة عن اقتصاد كان مبني لتحقيق أحلام فرد اسمه أردوغان وحزب اسمه العادة التنية بسقوط الحزب وبسقوط أردوغان قبل نهاية العام قبل نهاية العام سيكون هناك كارتة لأردوغان وستتحول تركيا أسأل لها السلامة أسأل لتركيا السلامة مما هو قادم فالقادم أسود القادم أسود القادم أسود اشتركوا في القناة